بعد فرار أعداد من إرهابي داعش بشكل منصق من سجن الصناعة في الحسكة والذي تسيطر عليه ميليشيا غسد وما دعا ذلك من فوضى واشتباكات ودخول قوات الاحتلال الأمريكية على خط الأحداث بشكل مريب بعد كل تلك التطورات بدأت الرواية الحقيقية تتكشف يوما بعد آخر مصادر الصحفية أوضحت أن عدد كبيرا من متزاعمي تنظيم داعش الإيري فروا بشكل منصق من سجن الصناعة خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم التكفيري على السجن واندلاع الاشتباكات مع ميليشيا غسد في محيطه وقد تم تأمين وصول هؤلاء الفرين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدوى السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي حيث قامت طائرات استطلاع تابع للتحالف الأمريكي غير الشرعي بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية لتأمين وصولهم إلى وجهتهم وتضيف المصادر أن عملية النقل تمت على دفعات عبر سيارات دفع رباعي وبساط كانت تقلهم أثناء الاشتباكات التي شهدها سجن الصناعة موضحة أن مهمة ميليشيات قصد كانت اختلاق الفوضى في السجن والمناطق المجاولة لإبعاد الأنظار عن وجهة السيارات والحافلات التي كانت تقل إرهابي تنظيم داعش المصادر نقلت عن أوساط داخل ميليشيا قصد تأكيدها الانسحاب من ثلاث نقاط في محيط السجن لفتح ثغرة أمام هروب عدد من إرهابي داعش بالتجاه مواقع تم تحديدها لهم بدقة من قبل التحالف الأمريكي تزامنا مع عملية إخراج مبرمجة لمعتقلين من السجن بزعم استسلامهم ليتم تجميعهم في موقعين محددين في محيط مدينة الحسكة وثم نقلهم بتجاه بادية دير الزور تحت حماية وحراسة مشددة من ميليشيا قصد وسط رصد مستمر لطائرات الاستطلاع التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية المصادر ذكرت أن من نقلتهم أمريكا من سجن الصناعة هم من جنسية عراقية وليبية وتونسية ومغربية وبلجيكية وهولندية متابعون أشاروا إلى أن إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي يعد أولوية لبعض المستفيدين في الجيش الأمريكي والتحالف الدولي المزعوم لتحقيق جملة من الأهداف ومن ضمنها استثمار الفوضى الأمنية في المنطقة للإيحاء بضرورة البقاء في سوريا وهذا بالطبع سيتيح لهؤلاء المستفيدين الاستمرار الهادئة بعمليات الإجار بتصدير النفط السوري المنهوب دون أي ضوابط